في العراق مرة أخرى محافظة جديدة تدق نقوس الخطر بسبب ارتفاع أعداد المصابين بأمراض السرطان أكثر من عشر حالات يوميا تضاف إلى قائمة المصابين في السرطان في محافظة السليمانية بحسب ما تكشف مستشفى هيوى للأمراض السرطانية ما يهمنا حاليا التركيز على التشخيص المبكر لتقليل حالات الإصابة والتوعية وإلا قد لا نستطيع توفير العلاج والعناية لكل المصابين بالمرض مستقبلا وهذا يحتم على الحكومة تأسيس مركز متطور لتشخيص السرطان بسبب التكاليف العالية للعلاج وعدم قدرة المرضى على تحملها لا سيما مع ندرة الدواء الذي يشترونه من خارج العراق هذه الإصابات يؤكد أطباء اختصاصيون أن بعضها جينية والبعض الأكبر مرتبط بالتلوث والإشعاعات تلك التي تهدد محافظات كثيرة في العراق لم تتمكن الحكومة من احتوائها أما العوامل البيئية التي تؤدي بعض الأحيان إلى سلابة الأطفال في مرض السرطان كالتلوث البيئي وتلوث الهواء وتلوث المواد الغذائية والإشعاع والمواد الكيميائية والتي كانت في بلدنا تعرض العراق لكثير من هذه العوامل نرى زيادة عدد السيارات وعدد المعامل هذه التلوث لم يكن بهذا الشكل يعني ازدادت بطريقة إنه الهواء التي نتنفسها كلها يوجد بها هذه المرض ومع تأكيد الأطباء في مستشفى هيواء للأمراض السرطانية استقبال أعداد ليست بالقليل من خارج محافظة السليمانية تطرح الأسئلة من جديد حول قطاع الصحة في العراق الذي لم يستطع أن يلبي احتياجات السكان هؤلاء الذين تحاصرهم الأمراض من كل واد دون أن تتحرك الحكومة لتخفيف معاناتهم ترجمة نانسي قنقر